اليوم بدنا نحكي عن لمبات الارجي بي من شركة ابيتر وشركة نان لايت ابيتر هم بسمين لمباتهم الاكسنت بي سيفن سي والنان لايت بسمينهم بافو بلب تين سي شكرا ليوا كامل انهم دعميني بهاي الاضاءات ولرعايتهم لجميع فيديوهات مراجعة المعدات خلينا نبلش انا طفيت اللمبات مشان اقدر اشرح عليهم على السريع لكن بشكل عام خلال الشرح مشان اتميزوا اي واحد الابتر او اي واحد النال لايت الابتر رح تكون بايد اليمين وفيها فتحة من النص شايفين النال لايت رح تكون بايد اليسار وهي عبارة عن نص دائرة وفي هيك عليها حلقة زرقة النال لايت كبساته كمان لون ازرق الابتر كبساته لون احمر انا ضويتها بالغلط خلينا اقفيا هلأ السريع بدنا نأكد ان هاي الاضاءات تستخدم لاشي واحد فقط اللي هو اشي اسمه براكتيكال لايت ايش يعني براكتيكال لايت زي ما انا فيه الآن الضوء ضاوي علي هذا منسميه كي لايت اللي هو الضوء الرئيسي بالمشهد فمثلا من غير او ما بتقدر تشوفني نص المشهد مش واضح ما فيه تفاصيل واضحة هذا منسميه كي لايت اضاءة مفتاحية الضوء الرئيسي بالمشهد البراكتيكال لايت هي اضاءات بتبين في المشهد زي الاضاءات اللي براي هسه وبتعطي اكسنت او بتعطي امبينت فيه لها مصطلحات كثير ما بدأ عاقدكم فيها بس هي بتعطي اضاءة للمكان اللي انت فيه تمام فهي هي وظيفة اللمبات انه انت تستخدمها كبراكتيكال لايت بالمشهد عندك فهي بتهم صناع الافلام اكثر ايش او صناع المحتوى يعني زي اللي بيعمل فيديوهات يوتيوب اضينا المنظر هذا اللي وراي حلو لو تحط عليه انت لمبات ار جي بي او انت اذا عندك اي مكان تحط فيه لمبة ممكن انت تستخدم هاي اللمبات فاول شي بنا نعرف انه هي لمبات ار جي بي تعطيك اي لون انت بالدكية هلان يجل الاختلافات بينهم اول اختلاف واهم اختلاف بينهم انه النان لايت بنشبك على الكهرباء مباشرة زي اي لمبة عادية بتقدر يتشغله الابيتشار بالب ما في داعة تكون شبكة على الكهرباء فيها بطارية منها وفيها لحالة بتقدر انت تشغلها وتستخدمها لمبة لحالها هذا الفرق مهم جدا تنتبهله لانه انا للوهل الاولى فكرت النان لايت انه لازم اشبكها على تطبيق او اكبس عليها اكثر من مرة مشان تشتغل بس استوعبت انه هي لازم تتوصل على الكهرباء مباشرة هلان ما أشرح عليها والاثنين بنشحنه عن طريق الصكت التي بتقدر اتركبو عليه الصقت تاحهم عالميا يعني اي مكان في العالم بستخدم الي هو مدخل اللمبة العادي هاي السوقة بنسميها باللغة العربية فالصكت هو الي هو مشهور عكل العالم يعني اي مكان بستخدم لمبة تقدر تركبو فيهم بشكل طبيعي ثمستناذ من تم تذهب ، اتشجد مثلا كلا مثلا اناناواد الان WAS conoc Roots انا جميل ان يكون بحشوره اقبت في التطبيق و اناabil بنزل الان من التطبيق اللام-------- استفقنا قليلا في ذاته الان بقوتي غير كلا سوف ترجل لونه من المذاقع بسبب النزل و ايها من فهو الغدوث Angled تمكنا جميل الانك يمكن تعرف كلا في كل م grooming اللي وراي أنا أحطهم وراي كلهم لمبات الابتشر لأنه النال لايت لازم أشبكها على السوق مباشرة بس الابتشر أنا أتركهم هيك لحالهم بس أنا عندي على الخلفية التيوب هذا اللي تجيبته جديد هذا من النال لايت فكمان بقدر أشبكه على تطبيق التليفون بقدر أطفيه وأشغله عن طريق التليفون نفس الاشي ويعطين الفكتات والألوان اللي بدي عنه فصراع هاي خاصية مهم جدا أنه يكون تتحكم بهاي الإضاءات عن طريق التليفون رح يريحكي كثير للشغل اللي بعدين هلأني يجي نحكي عن الباكيجات اللي عاملين هم الشركات لهذه اللمبات لأنهم مشايفين أنه اللي بديشتري هاي اللمبات لشغله السينمائي رح يحتاج أكثر من واحدة فانال لايت معطيتك خيارين باكيج أربع لمبات وباكيج أثنى عشر لمبات مع اكسسواراتهم بعدين رح يحكي عن الاكسسوارات بس خلين نشرح الفروقات على السريع الأبيتشر معطيناك باكيج واحد بس شنطة كبيرة بنحط فيها ثمن لمبات بالنسبة للأبيتشر الشنطة نفسها فيها سيلك تقدر تحط فيها اللمبات وتشحنهم كلهم مع بعض بنفس الوقت هلأ الشنتتين قواية تعوني النال لايت والأبيتشر بس الأبيتشر ما فيها اكسسوارات كثيرة بس السيلك اللي بتوصلها على الشاحن مشان تشحن اللمبات وورقة بتوضح لك الاستخدام المباشر لللمبات إذا أنت بدك تشبك بلوتوث إذا بدك تغير الكالر تيمبريتشر تاعت اللمبة بس أنا ما بفضل تستخدمها لحالة بفضل تستخدمها عن طريق تطبيق التليفون أسهل إلك للشغل وكيس صغير فيه ثلاث فيوزات في حال انحرق الفيوز الموجود للشنطة للحماية كمان ملاحظة على السريع بالنسبة لشنطة الأبيتشر لا تشحن اللمبات والشنطة مسكرة ويفضل مشان يشحنوا بشكل سريع أنك تطفيق كل اللمبات لأنه أصلا مجرد ما تشبك الكهرباء على الشنطة وتشغل كبسة الأون مشان يشحنوا وبذبوا كلهم فيفضل إنك تطفيهم مشان يشحنوا بسرعة عاد عن هيك ما في أي شي ثاني بيجي بشنتة الأبيتشر أما بالنسبة لعمو النال لايت النال لايت جايبين لك إكسسوارات الدنيا معهم بالشنطة أول واحدة اللي هي القاعدة هاي المغناطيسية هاي حديد ممكن تلزقها على إيش حديد أنت وتثبت عليه وهي القاعدة تتوصل بالكهرباء مباشرة بس اللي مزع عني صراحة إنه نال لايت حاطين بس قاعدتين بشنتة الأربع لمبات وحاطين سيلك يعني حاطين كابل واحد وحاطين قاعدتين للأربع لمبات صراحة ما عندي يعلم ليش يعني لأنه أتوقع إذا انت بدك تشبك القاعدة الثانية بدك سيلك ثاني فمشان هيك ما تتفاجأ إذا إجتك الشنطة فيها كابل واحد بس فهالقاعدة المغناطيسية بتسمح لك أنه تثبت اللمبة أنت في أي مكان بدك إياه عن طريق المغناطيس الموجود عليها وهو كثير كثير قوي الشغل الثاني اللي دعمين لك فيها نال لايت بالشنطة تاعتهم بالكت اللي هو كنترولر جهاز تحكم تقدر تشبكه تايب سي تشبكه مباشرة على اللمبة زي هيك وتشغل جهاز تتحكم وبسمح لك تتحكم باللمبة زي كأنه تتحكم فيها عن طريق التطبيق فبقدر أضويها أشغلها أغير الإفكتات فأنا مثلا هون بقدر أغير الدم إنه 0 بالمية أزيده وأقويها شوي شوي من 0 بالمية ل 100 بالمية هلا فيه كبسات عليها اللي هي الدم اللي أنا بقدر أتحكم بقوتها بقدر أكبسها أكثر من مرة مثلا أول مرة 20 بالمية ثاني كبسة 40 بالمية 60 80 100 بالمية بعدين برجع بقفين هلا جهاز تتحكم بعطيني درجات بالواحد يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره فأنا بقدر أزيد قوتها من هون هلا بعدين ها تقريبا بشبه الاتيوب اللي وراي جهاز التحكم اللي هون موجود فيه بكبس عليه السيت بقدر أغير هون الهيو الهيو 360 درجة إذا مصطلحات الارجي بي جديد عليك في فيديو الارجي بي اللي شرحت عنه من قبل عن هاي المصطلحات اللي هو الهيو ساتوريشن والكلار تيمبريتشر فأنا بقدر أتحكم بالهيو عن طريق الريموت وكمان بقدر أتحكم بالإفكتات أغير عن طريق الريموت بس برجة بعيد وبحكي صراحة إذا أنا راح أستخدم اللمبات راح أشبكها على التلفون أصرعلي وأريح لرأسي صراحة وبشبكهم كلهم على نفس التطويق يعني فيش داعي أروح أكل لمبة لحالها واستخدم الريموت على صراحة بالنسبة لي أتوقع شركة أبيتشر فهمت هذا الموضوع مشان هيك ما حطوا أي اكسسورات بالشنتي يعني بدي استخدم اللمبة خلص بشبكها على التلفون فيش داعي توصلها على قاعدة لحالة خلص بتحطها بالسوكة أو بالسوكة التاحة مباشرة فيش داعي للريموت لكن وجب أنه تنتبه أنه في شنتة الريموتين كمان اثنين مش بس واحد هالكسسور ثاني بيجي بشنتة الريموتين اللي هو بسمح لك تركب عليها بطاريات سوني الان بي اف هاي فاضي من هنا بلاستيك ما فيها أي شيء بتقدر تحطها أي محل السوكة ثاني أتوقع الهدف منها أنه انت بدك تستخدم تابل لام بس مش موصل على الكهرباء فش مجال توصل على الكهرباء فبتقدر تحط السوكة عليها مثلاً بعدين تركب عليها بطارية ان بي اف وتوصل السلك على اللمضة مباشرة وهيكا بتشغلها هلا بتشتغل معاي وبتقدر تتحكم فيها وعن بعد يعني بس باستخدام بطارية الان بي اف فهذا الخيار كمان موجود إذا احتجته واجب أحكي أنه الاكسسور هذا اللي بتركب عليه بطاريات الان بي اف فيه كبس التست بس كبسها بفرجين البطارية قدي فيها شحن وهذا اشي كثير ممتاز صراحة بالنسبة لي الاتون مش اشي خرافي صراحة هو فكرته عليه هيكا زي سكشن كاب بتحطه على اللمبة فكرته بسيطة جداً دفيوزر اذا انت بدك تقلل كمية الاضاءة اللي طالع من اللمبة فبتقدر تتحركها وتسكرها مثلاً تقلل الاضاءة او تعملها تنعيم هلا السكشن كاب موجود منه اربعة هذا الاشي الوحيد الموجود منه اربعة الاكسسورات الثانية الريموت موجود منه اثنين والن بي اف ادابتر كمان موجود منه اثنين والقواعد كمان اثنين هاي بالبكيج تاع الاربع لمبات بالنسبة لاخر اشي الافكتات اللي انت ممكن استخدمها تقريباً بيستخدموا نفس الافكتات فمثلاً اللون لايت هاي انا بقدر اكبس على الاستورم يعطيني عاصفة خلينا بس اشغله لانه مطفي هاي اون هلا بشغل معي اللمبة وبعطيني عاساس انه في برق في المكان خلينا اطفي هون اها شايفين عاساس انه في عاصفة فرجعت بالستوري من قبل كيف انه انا قادر اخذ لون عن طريق التليفون فمثلاً انا عندي هذا اللون الاخضر بقدر اكبس على البيكر هون واقل له ياخذ الاخضر من اللقماشي هاي وحط لي على الاضاءات ورايها شايفين كيف اخذهم كلهم هلا فيه خيار ثاني اللي هو بيكر اف اكس ايش المخصول ببيكر اف اكس اللي هو اذا فيه اشي عم بذوي وبذوي وعم بتغير الى افكتات انت بدك تسجلها اشي جديد فانا هلا حاط عندي على اليوتيوب اضاءات شجرة الكريسمس عم تذو وعم تطفي هيك اضاءات لحالها فانا هلا بدي اعمل ريكورد للاضاءات ويشغالي فهاي بدي اكبس واعمل ريكورد فهسا التليفون او التطبيق عم بيسجل كل اشي عم بتشوفه الكاميرا بيسجل الالوان وكيف عم تتقلب حتى سرعتهم كل هاي تعتبر افكت فهلا بدي اعمل ستوب ريكورد بسجل الافكت الجديد باللي بدياه وبك بسبلاي خلينا اطف الكي لايك مشان نشوف كيف رح تصير كريسمس علي ورا 3 2 1 هاي بلاي شوف مقدر اتحكم بقوتة وقللها بس ان نشوفوا كيف عم بقلب حسب هذا من فيديو اليوتيوب هيك سجله وعم بعمل هذا الافكت يا اخي بعشق التكنولوجيا انا بعشق خليني ارجحهم للالوان باختار اللون اللي بدي اياها ارجعتهم للأحمر بالنسبة لي للخلفية خلينا اضو الكي لايت كمان يعني موضوع البيكور افكت انا ما لقيته بتطبيق النال لايت في عليه افكتات جاهزة يعني انت بتكبس على الافكت مود فهي شغلتها هلا بس في افكتات اللي هو دي سكو مثلا الفاير وورك اللي هي الالعاب النارية فيه كمان الالحام الولدنج الاخرية لكن ما في اشي انا اسجله بايدي فاتوقع بالنسبة للتطبيق ابيتشر بفوز من هاي الناحية بوليس كار بلس اللي هو الوامضات باد بلب هاي الافكت هذا كثير منتاز يعني اللي هو كل لمبة الخرباني فمثلا انا بدي احط لمبة زي هاي الافلام الرعب بتفيد زي كانه هيك مكسورة فبقدر اتحكم بكمان سرعتها قدي انه ترمش كمان بقدر اتحكم بالمجنتا كل اشي بقدر اتحكم فيها طب يليو حيرتنا ايش نشتري بطلن نعرف بشكل عام بصراعه يعني هذا هو هدف الفيديو اصلا انه اساعدك تعرف شو تشتري ففيه سيئات ويجابيات يعني مثلا الابيتشر فيها بلت ان باتري بتقدر تستخدمها في جدارة توصل التيبلناب او الفيكستر على الكهرباء مباشرة اللان لايت بيجمحها اكسسورات زي القاعدة المغناطيسية بتقدر تثبتها بأي مكان الديفيوزر اللي بتقدر تحطه على اللمبة مشان تخفف من قوتها وتحكم فيها الاخره فبتصفي بالاخر انت شو محتاج وتوقع القرار الاهم رح يكون انه اذا عندك اضاءات ابيتشر اصلا اكيد رح تجيب الاكسنت بلب لكن اذا انت بتستخدم اضاءات اكيد رح تجيب البابو فهان بصفي القرار اليك بالاخر يعني انت شو محتاج انا بالنسبة لي الاثنين رهيبين الاثنين خرافيين والاثنين ممكن يساعدوك للشغل بتصفي القرار اليك بالاخر انت شو محتاج بتمنى ما اكون طولت عليكم حبابي بحاول داما تكون فيديوهات قصيرة الهدف منها انه ننشر الوعي و تظل الناس مواكبة للاشياء اللي بتنزل يعني صراحة اشي خرافي انا بالنسبة لي هذا الاشي رهيب جدا انه لمبة ارجي بي مع هاي الافكتات مع هاي القدرات اخي انا مش متخيل كمان خمس سنين شو رح يصير فاذا عندكم اي اسئلة او معدات نزلة تجديد حابين نشرح انها تقدروا تبعثولها على حساب الفيسبوك او انستجرام اتليو.حماتي اتذكروا داما يا حبابي انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة يعطيك العافية لنمه الاشيار ترجمة نانسي قنقر